السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله مع حلوية ام محمد تكمل سلسلة حلوية القهوة واللاتاي سوف ندير لكم قاطو حلوة سهلة وابنينة بزاف اللي هي حلوة على شكل حبة طمر هي مفيهاش طمر فيها نوادو كوكو للكوكا ومرحي ومحشية بالكرامل جيبنينا ونروح للمقادير اللي هما عدنا ثلاثة بيض كاس مارغارين دايب ولا زبدة اللي بتديرو زبدة عدنا كاس سكر الرطب وكاس نواد كوكو اللي هو جوز الهند وكاس كوكاو محمص ومرحي مشيرقيق متوسط كابخيس خميرة كيميائية وعندنا مغرف صغيرة لفاني والفرينة على حسب ما تلتم العجينة ونحشوها هادي الحلوة بالكابخيس هادي كابخيس لهادي ولا اي كرامل عندكم ونروح للطريقة بسم الله غير بالخوي عدنا ثلاثة بيض وكاس سكر الرطب وكاس سكر الرطب نحتاجوش الباتيوغ نخلط السكر مع البيض ونزيدو كاس المارغرين الدايب ونقوم بمغرف لباني خلطو خلطو خاطو غير شوية خاطش سكر الرطب ومن المحيزين تماما ونقوم بغير المباشر ونقم بغير degree ونقوم بغير المباشر كاس اين تطريقة بشيبان لنا في الحلوة كي ناكلوها كوكاوليورفول السوداني وكاس نوات كوكو إذا كان عندكم نوات كوكو خشين فرحوه شوية وإذا شريته رجيب ما تخلوه كيما هو فرحوه شوية ملح وكيس خميرة كيميائية فرحوه شوية مغارق صغار العجينة لا نقوم بشيابسة ونقوم بشيابسة لكي يأتي بشيابسة هنا نزيد شوية ونشوف هنا صحي العجينة التمت سيها ونشوف صحي هنا ادت لي تقريبا رطال فرينة وكل واحدة وتعرف العجينة كيف كيف تلتم هيا شوفوا ما ديش شيابسة بزيف وما ديش مطلوقها بزيف دروك نشكلو حبة الحلوة دروك نشكلو كورات الحجم اللي نبغو ننسيو قبل نشكلو على حبة الطمر دي شوية كبيرة كي من هاكا دوكان على هاد الكورة نشكل دير على حسابها باش يجوني يقع قد قد هنا عندها ميزان توزن ولا ما عليش ما توزنوش هدي غي حلوة على قهوة ولياتي نشي الشاطي يجوني كيف كيف هاكا ودوك نحشوها الكارامل نشكلو على شكل حبة الطمر هاكا نجيبو حبة كبخيز هادي نزيعيها شوية بشتو اللي صغيرة هاكا تقدو تاني مديرو لهاش الكارامل ماشي شرط بس انا نبغي ندخل في الحلوة التاعي الكارامل تمنتحة مشي غالي هاكا نحشوها واحد اخر هاكا ونعطوها الشكل تحبة طمر ندخلوها للفرن الطيب كيت حمار نخرجوها ونبعد نوجدو القلاساج نقلاسوها بالشوكولة هاكا هاكا نكمل اللي ما عندي ونبعد نولي لكم بعد ما خرجنا للقاطو التاعنا من الفور وبرد طب كي من هاكا نحمروه شوية هاكا ندركوا نقلاسوه بالشوكولة ندوبوا الشوكولة نبدو نقلاسوه بالقاطو الشوكولة كنا ندوبوها نديروها دايما في كيكون الجو بارد تحت فوق حمام مائي نكون حامي لكي لا تجمدنا لكي الجو بارد وتعدبنا تجمد في الساعة هاكا نقطروا الحبة نزائط على الشوكولة ونضعوه أنا نضعوه هنا في بابي كويسان لكي نقلعوا لي في الساعة نعودوا واحدة اخرى أنا قدرت شوكولة أولي ما بغتش ندير شوكولة نوار لكي الحبة تعطم لما تجيش ما تجيش اللون بتحكي حل هاكا باش تشوفوه هنا هاكا ونقطروا نقطروا الحبة يعني مليح باش منستهلكوش بزاف شوكولة ونضعوه ونضعوهم يجندوا أنا بعد كماليها عندي نضعوه الحبة تعالي ينشفوه ويقولوكي ما بهاكا أنا زينتهم بهذه العودة تمر تقدروا تاني تديروهم شكل كورة وتحشوهم بالكغامل تقدروا مديروش تاني الكغامل نشوفو كيف يجيش نحل لكم حبة يجيش الشيش نشوفو الكغامل في الوسط كيف شرهي دايبة ان شاء الله يعجبكم هذا القاطو وتجربوه وإلى عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة لكي يوصلكم الجديد وتدعموني بإعجاب وتقولي في الكومنتر كيف أشجاكم وإلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته